تعازل الدعم السريع برضو تاني أدوه يعني ضربة غاضية بنك السودان أصدر غرار بتجميد كل الأرصد والحسابات بتاعت الدعم السريع في كل بنوك السودان يعني تاني ما عندك أي قيرش يا دعم يا سريع تقدر تطلعه من البنوك خلاص أي حاجة خلاص استلموها استلام تام والآن بعد شوية حيطلع له قرار بمصادرة كل الممتلكات لعندك الأصول الموجودة في الخرطوم ولا في الولايات ولا في أي حاجة بعد ده خلاص تاري انت بحبح تاري ما عندك أي حاجة عشان تكونوا فاهمين الحكاية دي عشان كده الارتباك الظاهر علي عبد الرحيم دقلو المبارحة هو لمس الظهر فيها في سكاي نيوز ظهر فيها هو مرتبط جدا للهارب ده هرب من أرض المعركة هرب واتطلع ماشا كينيا متخفي لحد ما وصل كينيا هناك خلى آلاف الشباب قاعدين والجنود والضباط بدافروا عن شنو ما معروف وهو ماشا هناك بيضرب البيتزا وبيضرب الايس كريم وبيشرب الشاي والنسكافي في كينيا وبينهم تحت المكيفات وخل الجنود هنا ده يقتصبوا وينهبوا ويعملوا وخلهم يواجهوا الموت ويموتوا على أسوال المدرعات ودماؤهم كلها تنهمر في الأرض بتاعة السودان الطاهرة دي إن شاء الله اللي حتطهر منهم تماما وبالظهور بتاعه ده في الغنب تاعة السكاي نيوز هرب الآلاف من الجنود واستسلموا لغوات الجيش للغوات المسلحة وفي ضباط كتار خلوا المعركة وطلعوا رجعوا بمناطقهم أو مشوا كينيا فدي واحدة من آثار إنك أنت تهرب ويعني تخلي أرض المعركة وتخلي ناسك يعني قاعدين في الصقيعة ساكت يا جماعة نحن نزدرين ننوه في سكاي نيوز دي المزيعة تسابح مبارك دي ما عندها علاقة بالموضوع ده هي في النهاية بدوها أسئلة واضحة مرتبة الهيئة بتاعة التحرير هي ما عندها علاقة عشان ما تحملوا علاقة كتير يعني المهم عبد الرحيم دقلو ظهر مرتبط جدا جدا وبشوف إنه العقوبات دي متحفة في حقه متحفة يا أخي أنت بتقود الآلاف اللي مشوا كتلوا وعملوا تظهير عرقي وتكذبوا تكذبوا بنهبوا البيوت والآلاف العربات والفيديوهات موجودة وبكسر شديد يعني موجودة كلها والناس بتداولوا تقولوا إحنا ما قاعدين نعمل وما قاعدين نعمل إنت خل الخزارة الأمريكية وخل الأمريكان إنت كيف مع ربنا بعدين إنت مع ربنا كيف يعني من سنة سيئة فله وزرها وزره من عمل بها إلى يوم القيامة وإنت هتشوف بعدين إن شاء الله ربنا يعني يعني ما حيزيغوا لك بسبب ما إنت ارتكبتوا من مجازر ومن انتهاكات في السودان ولي الشعب السوداني بعدين إحنا بنجي وتقول للناس لا للحرب وقف الحرب يا جماعة أنا ما عارف إنت داير توقف زي OOM تزغط بس يعني شنو ما تورينا انت داير تقول لا للحرب عشان تعمل شنو وورينا داير تعمل شنو تقول ليك وقف الحرب أنا وقف نعمل شنو الناس زي قاعدين يقتصبوا في البنات وقاعدين يعملوا كده قاعدين في البيوت αποشل نعمل شنو ما في حالة حالة غلط موجودة في إجرام حاصل نعمل شنو بس تزغط بس زي ما سقطت الدولة دي لحد ما هس سقطت كله كله سقطت وانتهت وانهارت بسبب كلامكم تزغط بس يا أخي أنتو والله العظيم يعني أنتو خصما على السودان أنتو دمرتوا السودان يا أخي من من أربع سنوات للليلة قاعدين تدمروا فيه وهس جاي الحرب بدي تدمروا فيه نحن نوقف الحرب نخلوهم يقتصبوا أخواتك انتو اخواتك جدامك يقتصب فيهم يقتصب فيهم كلهم وبيضربوا أبوك وبيقتلوه وبيغهروه وبيرهبوا سيارتك وبياشيلوا ويسرقوا ممتلكاتك وبيحتلوا بيتك ده كله قاعدين يعملوه وانتو دائر يوقفو لك الحرب انتو أخواتك اللي بقتصبوا فيهم دين انت ما بتقول لا زل يقتلوهم يا أخي ما بتخجل يا أخي ما بتخجل تقول كده يا أخي يا مخنص يا جبان يا عميل يا مطآمر كيف أنت تقول الكلام ده والناس دي بيعملوا كده وما قعد توجه لهم أي صوت أو أي إدانة أو أي مجهود عشان تقابلهم عشان تقول لهم نوقفوا الانتهاكات دي يا جماعة الحرب دي حرب وجودية حرب وجودية المسألة دي بها يعني فيها مشكلة كبيرة جدا جدا ما يقعد يقولوا لينا وقفوا الحرب وقفوا الحرب دي ما بتجيف إلا بمفاوضات أو بحسم عسكري بمفاوضات تصفي الدعم السريع ده تماما تصفيه تصفيه وتسلم سلاحه وتشهيل ممتلكاته ويطلع من البيوت والعيال المدنية ده كده معلاش تجيف الحرب لكن ما بتجيف يا أبي كده يا أبي حسم عسكري حسب عسكري نهاية أنا إحنا أصلا ما في أي طريقة يا كده يا كده لكن وجود الدعم السريع ده تاني يقعد عشان يحكم ولا عشان تكون في قوة موجودة ولا عشان يلقى له وجود سياسي ولا كده ده ما في خالص ده ما في وانا الخلادنا ما بقولوا انا بقولوا الشعب كله اي زول اي زول اي زول في بيته حصلت لحاجة حتى المتمردين ذاته حصل لهم حاجة من المتمردين ديل ومن الناس ديل من الدعامة ديل ديل قالوا دارين يجيبوا الدموراثية ودارين يجيبوا حقه الإلسان وقالوا دارين يجيبوا الشعب ويجيبوا المدنية ويجيبوا شو يا اخي انتو طلحت روح المدنية وطرحت روح الشعب وطلحت روح دي شو ذاته انتو ما خلتوا لكم زول يا اخي جايرين تجيبوا لي كده يعني الناس اللي يجيبوا معاكم وجايرين وراكم من الناس اللي ما عندهم العلاقة بالشغلة دي الا انهم متامرين ومدفوع لهم يا جماعة لكل السودانيين الحرب دي حرب وجودية حرب وجودية ما عندنا الناس ديل دارين يدمروا البلد دارين يدمروا المجتمع يا اخي ديل لحد هسي المستشفى بتعلنوا برسلوا له مسيارات عشان تضربوا وبيضربوا في جزء من الناس كراري بالدانات وبالمدافع عشان ما يخلوا الناس يرتاحوا المسألة دي يا سادة يا كرام يا سادة يا كرام ما في اي طريقة غير انها تتدمر وتتصفى وما في اي طريقة عشان يمشوا تاني اللي يجي دام يعني ان احنا يا جماعة الحكاية دي يعني برضو الناس ما تفكر في انها حد ينتهي وهنقعد نستسلم الموضوع ده كله مكسود به انه الناس تستسلم ويكسود به انه يدعوا عنده الدعم السريع وجود ومكسود به انه الناس الحرية والتغيير الهوانات العمل المرتزقة الرجوزات الحايمين ديل مكسود به انه يجوا في حكومة ويجوا عندهم سلطة حكومية عشان كده اول ما قالوا حيحكم التصرف على اعمال برضو جاقلبوا وجاثوا كوركوا ما في اي طريقة الحرب دي يعني يا التفاوض بتاع انه يسلموا سلاحهم ويصفوا وجودهم ويطلعوا من الاعيال المدنية الهاجات دي يا الحرب ده هتمشي لقدام والحرب الان يقابلوا فيها حتطلعهم قوات العمل الخاص حتطلعهم من كل البيوت وزي ما شايفين كل يوم بيطلعوا عشرات البيوت بيكتلوا الناس اللي قاعدين فيها ولسه حتواصل الحملة لكن ده اللي نقول لكم يا جماعة لو انتوا اسمتوا تتحركوا حبة حبة كده وكل مرة زهر اللي هنا في حتة لا 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 احنا بنطلع الكريد عارف الكريد ده بتاع شنو ده الكريد الاسم كورتا جوكر الكورتا جوكر ده اللي نحن حنحرك به عشرات الالاف في لحظة واحدة في ساعة واحدة في سانية واحدة كل الالاف دي حتتحرك في اي حتة في العاصمة ابسك من جبلوليا لهدي الثورات لهدي الجيلي لهدي الهادي يوسف كل الناس حيتحركوا في لحظة واحدة واي زل بالقاندة عامل بتقدامه حيموت الحكاية دي ما حد اخد معنا ستة ساعات الكريد ده ماذا لنستعملوا الان لكن حنستخدموا جريب جدا حيستخدموا اول ما خلاص الحكاية ايته كل مرة يعني قاعدين تتحركوا فيها كده حتجي اللحظة الناس اللي استعملوا فيها الكريد ده لكن ان شاء الله قبل ما نستعمل الكريد الخطير ده المدمر ده بالنسبة ليكم البيوت ما هيحصل لها حاجة والمواطنين ما هيحصل لها حاجة لكن اي دعام حيموت في اللحظة دي في الساعات دي حيموت الكريد ده ان شاء الله حيستخدموا قريب ان شاء الله لو انحنا في النهاية خطتنا الحالية دي ما استوفت بالصورة الكاملة واللي احنا منعتقد انها هتصل للصورة الكاملة